السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتابعي قناة الكارباء إلكتريك شاهدنا في الحلقة الماضية شرح الكونتاكتور الصامت أو الكونتاكتور أحد الطور ورأينا أيضا كيفية تعمل الكونتاكتور وماذا يحدث بالضبط داخل الكونتاكتور ورأينا أيضا طريقة توصيله وبعض المعلومات الأخرى وشاهدنا بعض الأمثلة الآن في هذه الحلقة سنشاهد طريقة توصيل الكونتاكتور أحد الطور بالمخطط التصويري وأيضا سنتعرف على طريقة وضع الحماية الخاصة بدائرة التحكم ودائرة القوة أو دائرة التشغيل التي شاهدناها في الحلقة الماضية كالعادة لمن التحق بنا مؤخرا كل الحلقات المرتبطة بالشرح ستجدونها في وصف أو شاشة نهاية هذا الفيديو نرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم كما تلاحظون هنا لدينا هذا المثال لكونتاكتور أحد الطور وهو الذي سنعمل على توصيله في هذه الحلقة كمثال فقط هذا الكونتاكتور هو من عيار 25 أمبير ودائرة التحكم أواحد وإثنان خاصة بالبوبينة أو الوشعة التي تعمل بجد 220 فولت طيار متردد لدينا مداخل دائرة القوة أو دائرة التشغيل من أعلى 1 للنيوترال و3 للفاز والمخارج من أسفل 2 للنيوترال و4 للفاز طبعا المخارج سنقوم بتوصيله مباشرة مع الحمل أو البرزا كما تلاحظون هنا انطلقت من عنصر القاطع التفادلي الحماية ضد التسريب والسعق بالكهرباء كما شاهدنا في الحلقة الماضية دائرتين القوة والتحكم في الكونتاكتور هم دائرتان كهربائيتان منفاصلتان بشكل كامل داخل الكونتاكتور لذلك بالنسبة للحماية الحرارية المغناطيسية سنحتاج حمايتين وحماية واحدة خاصة بدائرة التحكم وحماية حرارية مغناطيسية الثانية خاصة بدائرة القوة وطبعا سنحتاج لوسيلة التحكم في الكونتاكتور قد يكون مفتاح كهربائي أو التليريبتور للتحكم من عدة أماكن أو مؤقت زمان 24 ساعة أو أي أداة أو وسيلة كهربائية للتحكم وطبعا هنا التليريبتور الذي شاهدناه في بداية الحلقة وأيضا بريزا لتوصيل الحمل الذي هنا هو عبارة عن سخان مياه على بركة الله نبدأ بتوصيل الفاز والنيوترال في مداخل القاطع التفاضلي وكالعادة النيوترال على اليسار ومن مخارج القاطع التفاضلي إلى مداخل الحماية الحرارية المغناطيسية عبر مش توصيل الحماية سنبدأ أولا مع دائرة التحكم إذن من مخارج حماية دائرة التحكم النيوترال سنقوم بتوصيله مباشرة مع A1 أما الفاز من مخارج الحماية الحرارية المغناطيسية سنقوم بتوصيله مع مدخل أداة التحكم المثال هنا هو مفتاح كهربائي ومن مخرج مفتاح الكهربائي أو أداة التحكم إلى A2 في الكونتاكتور وهكذا نكون قد انتهينا من توصيل لائرة التحكم في الكونتاكتور بواسطة مفتاح كهرباء عادي سنواصل لكن الآن مع توصيل دائرة القوة إذن من مخارج حماية دائرة القوة إلى مداخل الكونتاكتور في الأعلى النيوترال مع المربط رقم واحد والفاز مع المربط رقم ثلاثة ومن مخارج دائرة القوة في الكونتاكتور أي اثنان وأربعة سنقوم بتوصيل المربط رقم اثنان مع الطرف الأول للبريزة والذي سيقوم بتوصيل أو تمرير نيوترال وسنقوم أيضا بتوصيل المربط رقم أربعة مع الطرف الثاني للبريزة الذي سيقوم بتوصيل أو تمرير الفاز عند تشغيل الكونتاكتور وهكذا نكون قد انتهينا من توصيل الكونتاكتور أحد الطور لننتقل الآن إلى شرح التشغيل عندما نضغط على المفتاح الكهربائي سنقوم بتمرير الفاز إلى الوشيعة أو البوبينة الكونتاكتور الذي سيصبح في وضعية التشغيل أو التوصيل لأننا قمنا بوضعية تغذية الفاز والنيوترال على الوشيعة التي ستولد المجال المغناطيسي الذي سيجلب الأطراف المفتوحة لدائرة القوة التي ستصبح مغلقة لتمرير الفاز والنيوترال إلى البرزة أو الحمل أو الجهاز الكهربائي وعندما نضغط مرة أخرى على المفتاح الكهربائي نفصل الطيار عن الوشيعة وهكذا سيتوقف المجال المغناطيسي الجادب للمتلامسات دائرة القوة التي ستصبح مفتوحة بسبب السلك النابط الذي يعيدها إلى وضعيتها الطبيعية في الفتح أو الفصل وهكذا ستفصل الطيار عن البرزة أو الحمل أو الجهاز الكهربائي من نسبة لقيمة حماية دائرة التحكم عليكم وضع قيمة 2 أمبير لحماية البوبينة الكونتاكتور من التلف أو الضيعة أما بالنسبة لحماية دائرة القوة أو دائرة التشغيل لا بد أن تكون قيمة الحماية الحرارية البغناطيسية دائما أصغر من أو تساوي قيمة أمبير كونتاكتور لحماية متلامسات دائرة القوة من التلف أو الضيعة داخل الكونتاكتور لكن قبل ذلك عليكم اختيار عيار كونتاكتور المناسب لي بالنسبة للجهاز الكهربائي أو الحمل وأنا أنصحكم دائما باختيار عيار كونتاكتور يكون أكبر من أمبير الأجهزة التي سنعمل على توصيلها بالكونتاكتور كما شرحت لكم في الحلقة الماضية عودوا إليها فهي حلقة مهمة حتى نحافظ على كل هذه التوصيلات بشكل جيد لنا هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم على المشاهدة دمتم بخير وإلى اللقاء